السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس مادة الرياضيات الصف الخامس الدرس الثامن من الوحدة السابعة عنوان درسنا جمع الأعداد الكسرية الجزء الثاني سوف نتعلم في هذا الدرس استعمال الكسور المتكافئة والمقام المشترك لجمع الأعداد الكسرية نتذكر معاً عزيز الطالب كيف يمكنك جمع الأعداد الكسرية من خلال هذا المثال أوجد ناتج الجمع 2 و 3 زائد 1 و 5 عزيز الطالب تذكر أن الكسور لا يمكن جمعها إلا إذا كانت مقاماتها متساوية وإلا نعيد تسميتها باستعمال مقام مشترك اجمع 2 و 3 زائد 1 و 5 يساوي لكي تجمع يجب عليك إيجاد المقام المشترك وذلك بكتابة مضاعفات مقامين الأزاء الكسرية 3 و 5 إذن عزيز الطالب مضاعفات العدد 3 هي 3 6 9 12 15 إلى مضاعفات أخرى مضاعفات العدد 5 هي 5 10 15 20 إلى مضاعفات أخرى لاحظ عزيز الطالب من أحد المضاعفات المشتركة بين الثلاثة والخمسة هو 15 وبالتالي المقام المشترك هو 15 الآن اكتب كل كسر في صورة كسر مقامه 15 الجزء الكسري ثلث يجب ضرب كل من البسط والمقام فيه 5 حتى نحصل على كسر مكافئ له مقامه 15 يساوي نضع الجزء الكلي كما هو دون تغيير البسط 1 ضرب 5 يساوي 5 المقام 3 ضرب 5 يساوي 15 الجزء الكسري 5 يجب ضرب كل من البسط والمقام فيه 3 حتى نحصل على كسر مكافئ له مقامه 15 يساوي نضع الجزء الكلي كما هو دون تغيير البسط 1 ضرب 3 يساوي 3 المقام 5 ضرب 3 يساوي 15 عزيز الطالب الآن اجمع الكسور الجزء الكسري 5 على 15 زائد الجزء الكسري 3 على 15 يساوي المقام 15 لأنه مقام مشترك نجمع البسطين 5 زائد 3 يساوي 8 وبالتالي مجموع الأجزاء الكسرية هو 8 على 15 الآن اجمع الأعداد الكلية 2 زائد 1 يساوي 3 إذن ناتج الجمع يساوي 3 8 على 15 يتوقع منك أيها الطالب الرائع أن تجيب عن أسل التدرب المستقل في الصفحة التاسعة والأربعين 5 في التمرين السابع أجد ناتج الجمع وذلك بملء الفراغات فيما يلي أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم أرجع إلى الفيديو للكم المعان الحل لاحظ عزيز الطالب المقام المشترك هو 6 نضع في الفراغ الأول واحد لماذا أيها الطالب النجيب أحسنت أسمعك تقول لم يحدث تغيير على مقام الجزء الكسري 6 وبالتالي يبقى البسط كما هو نضع في الفراغ الثاني أربعة لماذا أيها الطالب النجيب أحسنت أسمعك تقول لأن مقام الجزء الكسري 2 على 3 أصبح 6 لذلك يجب ضرب المقام 3 في 2 كما يظهر أمامك وبما أننا قمنا بضرب المقام 3 في 2 يجب علينا ضرب البسط 2 في 2 كما يظهر أمامك وبالتالي 2 ضرب 2 يساوي أربعة أي قيمة الفراغ الثاني الآن نجمع الكسور واحد على ستة زائد أربعة على ستة يساوي خمسة على ستة والآن نجمع الأعداد الكلية ثلاثة زائد خمسة يساوي ثمانية وبالتالي ناتج الجمع يساوي ثمانية وخمسة أزداس يتوقع منك أيها الطالب الرائع أن تجيب عن أسئلة التدرب المستقل في الصفحة التاسعة والأربعين في التمرين الخامس عشر أو جد ناتج الجمع اثنان وثلاثة أرباع زائد سبعة وثلاثة أخماس أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا الحل اجمع اثنان وثلاثة أرباع زائد سبعة وثلاثة أخماس عزيز الطالب لكي تجمع يجب عليك إيجاد المقام المشترك وذلك بكتابة مضاعفات مقامين الأزاء الكسرية أربعة وخمسة مضاعفات العدد أربعة هي أربعة ثمانية إثنى عشر ستة عشر عشرون إلى مضاعفات أخرى مضاعفات العدد خمسة هي خمسة عشرة خمسة عشر عشرون إلى مضاعفات أخرى لاحظ عزيز الطالب من أحد المضاعفات المشتركة بين الأربعة والخمسة هو عشرون وبالتالي المقام المشترك هو عشرون الآن اكتب كل كسر في صورة كسر مقامه عشرون الجزء الكسري ثلاثة أربع يجب ضرب كل من البسط والمقام في خمسة حتى نحصل على كسر مكافئ له مقامه عشرون الجزء الكسري ثلاثة أخماس يجب ضرب كل من البسط والمقام في أربعة حتى نحصل على كسر مكافئ له مقامه عشرون يساوي نضع الجزء الكلي كما هو دون تغيير البسط ثلاثة ضرب خمسة يساوي خمسة عشر المقام أربع ضرب خمسة يساوي عشرون زائد نضع الجزء الكلي كما هو دون تغيير البسط 3 ضرب 4 يساوي 12 المقام 5 ضرب 4 يساوي 20 يساوي اجمع الكسور الجزء الكسري 15 على 20 زائد الجزء الكسري 12 على 20 يساوي المقام 20 لأنه مقام مشترك نجمع البسطين 15 زائد 12 يساوي 27 وبالتالي مجموع الأجزاء الكسرية هو 27 على 20 اجمع الأعداد الكلية 2 زائد 7 يساوي 9 عزيز الطالب الكسر 27 على 20 كما يظهر أمامك البسط أكبر من المقام لهذا يجب عليك إعادة التجميع حتى يستعمل الجزء المكون من عدد كلي والجزء الكسري للمساعدة على جمع العددين الآخرين ويمكن ذلك كما يلي يساوي العدد الكلي هو 9 زائد 20 على 20 زائد 7 على 20 لماذا أيها الطالب الرائع؟ أحسنت أسمعك تقول لأن 20 على 20 زائد 7 على 20 يكافئ 27 على 20 أي الجزء الكسري من العدد الكسري 9 و 27 على 20 يساوي 9 زائد تعلم أن الكسر 20 على 20 يكافئ 1 لهذا نضع 1 زائد 7 على 20 لاحظ عزيز الطالب تعرفنا على الجزء المكون من عدد كلي وهو الواحد الآن نجري عملية الجمع يساوي 9 زائد 1 يساوي 10 نضع الكسر 7 على 20 بجانب العدد الكلي كما يظهر أمامك إذن ناتج الجمع يساوي 10 و 7 على 20 يتوقع منك أيها الطالب الرائع أن تجيب عن أسئلة ممارسات الرياضيات وحل المسائل في الصفحة 50 في التمرين التاسع عشر استعمل الخريطة لإيجاد الإجابة هذه الخريطة عزيز الطالب السؤال هو ما المسافة من بداية الطريق إلى نهايته أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو للكم المعان الحل عزيز الطالب لكي نجد المسافة من بداية الطريق إلى نهايته نستعمل عملية الجمع المسافة من بداية الطريق إلى موقع مراقبة الطيور يساوي ثلاثة وسبعة أثمان زائد المسافة من موقع مراقبة الطيور إلى نهاية الطريق يساوي اثنان وخمسة أزداس عزيز الطالب لكي تجمع يجب عليك إيجاد المقام المشترك وذلك بكتابة مضاعفات مقامين الأجزاء الكسرية ستة وثمانية مضاعفات العدد ستة هي ستة اثنى عشر ثمانية عشر أربع وعشرون ثلاثون إلى مضاعفات أخرى مضاعفات العدد الثمانية هي ثمانية ستة عشر أربع وعشرون اثنان وثلاثون إلى مضاعفات أخرى لاحظ عزيز الطالب من أحد المضاعفات المشتركة بين الستة والثمانية رائع أسمعك تقول أربع وعشرون وبالتالي المقام المشترك هو 24 الآن اكتب كل كسر في صورة كسر مقامه 24 الجزء الكسري 7 أثمان يجب ضرب كل من البسط والمقام فيه أحسنت أسمعك تقول في 3 حتى نحصل على كسر مكافئ له مقامه 24 الجزء الكسري 5 أزداس يجب ضرب كل من البسط والمقام فيه أحسنت أسمعك تقول في 4 حتى نحصل على كسر مكافئ له مقامه 24 يساوي نضع الجزء الكلي كما هو دون تغيير البسط 7 ضرب 3 يساوي 21 المقام 8 ضرب 3 يساوي 24 زائد نضع الجزء الكلي كما هو دون تغيير البسط 5 ضرب 4 يساوي 20 المقام 6 ضرب 4 يساوي 24 يساوي عزيز الطالب اجمع الكسور الجزء الكسري 21 على 24 زائد الجزء الكسري 20 على 24 يساوي المقام 24 لأنه مقام مشترك نجمع البسطين 21 زائد 20 يساوي 41 وبالتالي مجموع الأجزاء الكسرية هو 41 على 24 الآن اجمع الأعداد للكلية نجمع الأعداد للكلية 3 زائد 2 يساوي 5 عزيز الطالب الكسر 41 على 24 كما يظهر أمامك البسط أكبر من المقام لهذا يجب عليك إعادة التجميع حتى يستعمل الجزء المكون من عدد كلي والجزء الكسري للمساعدة على جمع العددين الآخرين ويمكن ذلك كما يلي يساوي العدد الكلي هو 5 زائد 24 على 24 زائد 17 على 24 لماذا أيها الطالب النجيب؟ أحسنت أسمعك تقول 24 على 24 زائد 17 على 24 يكافئ 41 على 24 أي الجزء الكسري من العدد الكسري 5 و41 على 24 يساوي 5 زائد تعلم أن الكسر 24 على 24 يكافئ 1 لهذا نضع 1 زائد 17 على 24 لاحظ عزيز الطالب تعرفنا على الجزء المكون من عدد كلي وهو الواحد الآن نجري عملية الجمع يساوي 5 زائد 1 يساوي 6 نضع الكسر 17 على 24 بجانب العدد الكلي كما يظهر أمامك إذن عزيز الطالب المسافة من بداية الطريق إلى نهايته يساوي 6 و 17 على 24 كم تقويم في الصفحة الخمسين في التمرين الثالث والعشرون يمكن لحرباء طولها 23.5 إنش أن تمدد لسانها ليصل إلى 35.4 إنش لصيد طعامها اكتب جملة جمع لتوضيح الطول الكلي للحرباء عندما يكون لسانها ممتدا إلى آخره عزيز الطالب طول الحرباء 23.5 إنش كما هو موضح أمامك وطول لسانها عندما يكون ممتدا إلى 35.4 إنش كما هو موضح أمامك المطلوب الطول الكلي للحرباء عندما يكون لسانها ممتدا إلى آخره أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو للكم معا عزيز الطالب لإيجاد الطول الكلي نستعمل عملية الجمع طول الحرباء هو 23.5 إنش زائد طول لسانها عندما يكون ممتدا إلى آخره هو 35.4 إنش لكي تجمع اكتب كل كسر في صورة كسر مقامه أربعة لماذا أيها الطالب النجيب؟ أحسنت أسمعك تقول لأن أربعة من مضاعفات المقام إثنان الآن الجزء الكسري نصف يجب ضرب كل من البسط والمقام أحسنت أسمعك تقول في إثنان حتى نحصل على كسر مكافئ له مقامه أربعة الجزء الكسري رب يبقى كما هو لأن مقامه أربعة يساوي نضع الجزء الكلي كما هو دون تغيير البسط واحد ضرب اثنان يساوي اثنان المقام اثنان ضرب اثنان يساوي أربعة زائد نضع الجزء الكلي كما هو دون تغيير وأيضا الجزء الكسري ربع دون تغيير يساوي اجمع الكسور الجزء الكسري ربعين زائد الجزء الكسري ربع يساوي المقام أربعة لأنه مقام مشترك نجمع البسطين اثنان زائد واحد يساوي ثلاثة وبالتالي مجموع الأجزاء الكسرية هو ثلاثة أرباع الآن اجمع الأعداد الكلية نجمع الأعداد الكلية ثلاثة وعشرون زائد خمسة وثلاثون يساوي ثمانية وخمسون إذن عزيز الطالب الطول القلي للحرباء عندما يكون لسانها ممتدا إلى آخره يساوي ثمانية وخمسون إنشا وثلاثة أرباعه وبهذا عزيز الطالب نكون قد انتهينا من الجزء الثاني من درس جمع الأعداد الكسرية على أمل اللقاء بكم في دروس جديدة من دروس مادة الرياضيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته